الغارات الأخيرة استهدفت بلدة كفركلة بصواريخ ثقيلة بلدة كفركلة هنا في القطاع الشرقي وأفادت المعلومات بعد توجه سيارات الإسعاف إلى المكان أنه لا إصابات نتيجة هذه الغارات أيضاً غارات إسرائيلية قبل قليل من الآن استهدفت اللبوني في القطاع الغربي من جنوب لبنان ونتحقق حول ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة هذه الغارات علماً أن مسيرة إسرائيلية كانت قد استهدفت قبل ظهر اليوم بلدة بليدة خلال رفع الأنقاض نتيجة الغارات القوية والعنيفة التي استهدفت البلدة ليلة أمس وكما ذكرت فأن الغارات التي استهدفت بليدة ليلة أمس أوقعت ثلاثة أشخاص نعاهم حزب الله قبل ظهر هذا اليوم وخلال التشييع كان هناك إطلاق رشقات رشاشة على التحضيرات للتشييع ولكن ذلك لم يمنع الأهالي من تشييع العناصر السلاسة اليوم أيضاً كان هناك تشييع في بلدة الخيام بعيدة ظهري هذا اليوم أيضاً لعناصر سقطوا في غارات إسرائيلية اليوم حزب الله يبدو متجهاً أكثر فأكثر للاعتماد على المسيرات في هذه المواجهات الحدودية حيث أعلن حزب الله عن أن مسيرتين انقضاضيتين نفذتا عملية ضد مقر القيادة الإقليمي في كريات شمونة أيضاً المقابلة للقطاع الشرقي من جنوب لبنان ولهذا الاعتماد على المسيرات أهمية قصوى لأن المسيرة عندما تنطلق لا يمكن تحديد مكان انطلاقها وهذا الأمر أيضاً يوفر خسائر بشرية على حزب الله حيث أنه دفع لغاية اليوم حوالي 210 عناصر سقطوا في هذه المواجهات الحدودية نتيجة القدرة الكبيرة على الرصد التي تتمتع بها إسرائيل حيث يمكنها بواسطة المسيرات والأقمار الاصطناعية أن ترصد العناصر الذين ينفذون عمليات نرى أكثر تطوراً لدى حزب الله بالاعتماد على المسيرات من الناحية الفنية وأيضاً لهذا الأمر أهمية من الناحية الأمنية أيضاً كانت هناك معلومات بأن حزب الله أطلق صلية صواريخ بعد ظهر هذا اليوم ننتظر البيانات الرسمية عن حزب الله لتبني هذه العمليات التي هي شملت مواقع إسرائيلية مقابلة للقطعين الغربي والشرقي ولكن اللافت كان في الساعات الأخيرة وخصوصاً ليلة أمس الصليات المتتالية من الصواريخ التي أطلقها حزب الله والتي أصابت قواعد إسرائيلية عسكرية في الجولان المحتل قاعدة مع ليجولان ويوآف وكيلع هذه القواعد الثلاثة التي كانت في مرمى صواريخ حزب الله هي تبعد تقريباً عن الحدود مع لبنان حوالى 15 كيلو متراً حزب الله أكد أن هذه الصواريخ هي رد على الغارة التي نفذتها إسرائيل بعد ظهر أمس في كفر رمان على بعد 30 كيلو متراً من الحدود مع فلسطين المحتلة وأيضاً رداً على الغارات التي استهدفت بليداً باختصار إذن المواجهات هي لا تزال محتقنة نحن نلاحظ أن هناك تطوراً في هذه المواجهات وأن الاحتقان هو يتزايد ودائماً مع ترقب ما سينتج من محادثات حول هذه الهدنة المرتقبة بين حماس وإسرائيل للتأكد ما إذا كان أي التطور في هذا المجال سينعكس على جنوب لبنان أم أن هذه الجبهة ستكون أيضاً معرضة للمزيد من الاحتقان شكراً كلوديا بحنة مرسلة الغد من جنوب لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر